أساليب التقويم تتنوع أساليب التقويم وأدواته بتنوع الأهداف التعليمية التي نسعى إلى تحقيقها أو إكسابها المتعلم فالتقويم يتناول جوانب شخصية المتعلم من الناحية المعرفية والمهارية والوجدانية ومن هنا تتنوع أساليب التقويم فتشمل الجوانب التالية المجال المعرفي المجال المهاري المجال الوجداني أما بالنسبة لتقويم الجانب المعرفي فنرى أن الاختبارات التحصيلية تهتم بهذا الجانب المعرفي وتنقسم إلى قسمين اختبارات شفهية الاختبارات التحريرية والاختبارات التحريرية تنقسم إلى اختبارات المقال والاختبارات الموضوعية كما نرى أن الاختبارات الموضوعية تتنوع إلى الاختيار من متعدد الصواب والخطأ المزاوجة التكملة الاختبارات التحصيلية تنقسم إلى قسمين الشفاهية التحريرية أما بالنسبة للاختبارات الشفاهية فنرى أن المعلم يستخدم هذا النوع من الأسئلة في بداية الحصة وأيضا يستخدم هذا النمط من الأسئلة الشفاهية في أثناء التدريس وبعد الانتهاء منه ومن أهم مميزات الاختبارات الشفاهية أنها تعطي صورة دقيقة عن قدرة الطالب في القراءة والتعبير والمناقشة وتنظيم الأفكار وربط بعضها ببعض كما أنها تساعد المعلم أيضا على تصحيح أخطاء المتعلمين مباشرة وهي أيضا مهمة للأطفال في المدرسة الابتدائية خاصة في الصفوف الأولى لعدم اكتسابين مهارات الكتابة ويلوحظ على الاختبارات الشفاهية أنها لا تتسم بالصدق والثبات الموضوعية وذلك نظرا لتأثرها بظروف المعلم الصحية والنفسية كما أنها تتأثر بعوامل أخرى كالخوف والخجل من جانب المتعلمين أما الاختبارات التحريرية فتنقسم إلى قسمين اختبارات المقال والاختبارات الموضوعية بالنسبة لاختبارات المقال فهي تتميز بسهولة في الإعداد إذ لا تستارك وقتا طويلا في إعدادها وتقيص قدرة الطالب على التعبير عن أفكاره وترتيبها والقدرة على التحليل والتركيب والتقويم وتبدأ بكلمات مثل ناقش، اشرح، واضح وغير ذلك لكن من أهم عيوب هذه الاختبارات أنها لا تغطي جميع أجزاء محتوى المقرر فالأسئلة فيها محدودة ترجمة نانسي قنقر